سلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غصات اسماء شباب تحت طلب بعض المتتبعات الوفيات بغاوترد باتيسي او ما يسمى فلون باتيسي ها هو يلاله بطريقة سهلة و ناجحة من اول تجريبه و الاهم كيجي في الماداق افضل بكثير من المحلات ما نطوش عليكم و نخليكم على المقادير وباقي مراحل تحضير فرجة ممتعة امامكم الان في شاشة المقادير بالجرام اللي غادي نحتاجها فلابات سابلي و في الفيديو ان شاء الله غادي نطلقوا جميع المقادير بكأس العنبا سياعة لكأس 100 مليليتر بالنسبة للناس لما نطفرش عندهم الميزان على بركة الله غادي ناخد بول و غادي ندير فيه نصف رابع ديال الزبدة و ثلاثة المعالق كبار يكونوا عمري من سكر بودرة و معلقة صغيرة من بودرة الفانيلا او ممكن انكم استعملوا ساشة ديالسكر الفانيلا غادي نخلط هاد المكونات بالفوي او ممكن انكم تعجنوه باليد حتى كنتحصل على الخاليط على شكل كريمي غادي نضيف عليه قرصة ملح وبيضة بالافضل ان يكون الحجم ديالها كبير غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كنت ساجم لي البيض مع الزبدة موسيقى من بعد غادي نضيف الدقيق للخاليط بالنسبة للدقيق لاني ديالجة غربلتو غادي نعبرو معاكم بكأس العلبة كيف ما قلت لكم قبل ساعة الكأس 100 ميليليتر هانا خديت الكأس الاول هو اللي دفتون الخالط من بعد غادي نحاول نجمع العجين باليدي وغادي نضيف لي الكأس تاني تدريجيا من الافضل انكم ما تضيفوش دقيق دفعة واحدة لان على حسب كل دقيق كي كيتشرب السوائل هانا غير الكأس تاني هو اللي ضفت الحد الان وغادي نحاول نجمع العجين بلا ما نعجناه غادي نضيف معلقة صغيرة من الخاميرات الحلويات ما تكتروش لان نبغينا لابات تكون عندنا رقيقة وغادي نضيف عليها ربع كأس من دقيق يعني كأس ثالث غادي ناخد فيه غير ربع وغادي نحاول نجمع العجين وحاولوا ما تكتروش من كيمية الدقيق باش ما جيكم شصابلي ديالكم قاسع بالنسبة للعجين ما كاتجيش قاسحة وما كاتجيش كتلصق في اليد يعني كاتجير طبع والقوام ديالها به هات الشكل وبنسبة للدقيق الكيمية اللي دخلت فيه هي جوش كيسان واربع غادي ناخد بلاستيك غدائي وغادي نوضع فيه لابات تصابلي ديالي وغادي نحطها في كلاجة ترتاح لمدة 15 دقيقة باش تمسك ليدك الزبدة واتهال عليها فاش نبغي انا نسرحها من بعد مورول 15 دقيقة غادي نزو البلاستيك غدائي من البات تصابلي وغادي نحاول نسرحها ما بين ورق الفرن او ممكن انكم تتعملوا البلاستيك غدائي غير باش ما نضيفوش كيمياء اخرى من الدقيق واتهال علينا فاش نبغون بسطوهم هنحاول نضرب ديالك غير شوية لان الزبدة تمسكت ليا وغادي نحاول نسرحها حتى تكون القيقة لها هاد النوع ديالي لتاخد باتيسيك يكون السمك ديالو رقيق كيف ما كتلاحظو السمك ديالو كيكون ارقاق بهاد الشكل هناخديت مول دهنتو بشوية زبدة ورشت عليها من الافضل انكم تسرحوها فوق بلاستيك غدائي او فوق ورق الفرن باش منين تبغوو تنزلوها تجيكم سهلة عكس الى سرحتوها فوق سطح العمل منين تبغوو تدورها فوق المدلك را ما غاديش تهزلكون لان العجين كيتكون رطبة بزاف وقد تكسر هادي نحاول ننقذ العجين في المول وبالنسبة لدوك الزوائد را غادي نعمر بهم الفراغات اللي كين عندي في المول غادي نوركو على هاد الجوانب جيدا باش تاخد لنا العجين شكل المول وما تنفخش لنا فاش نبغون طيبوها نبقى على هاد الشكل حتى نكمل ايطار كامل وناخد فورشيت وغادي نتكبيها غير الوسط وما غاديش نقس الجوانب وهدي ندخل العجين مباشر للكلاجة ومشو نحضره الكريمة امامكم في الشاشة المقادير بالجرام وفي الفيديو غادي نتركو المقادير بالكاس غادي ناخد كاثرول وغادي نضيف عليها لتر ديال الحاليب بالنسبة للسكر غادي نضيف كأس ديال السكر وربع يعني كأس وغادي نضيفوله جوج معال كبار مملوء من السكر بالنسبة لهاد الحلاوة ديال السكر ما كدجيش مشهدة وما كدجيش قليلة يعني كيكون مادة قوة هادك غادي نخلطو الخاليط وغادي نديه مباشرة فوق النار غير يدفع ما غاديش نتخليه يغلي غير يدفع وصافي غادي ناخد البيض ثلاثة البيضات وغادي نضيف عليهم كأس يكون مملوء حتى الفق يعني عمروا الكأس وزيدوا فوق منه مع القاخرة من ناشا وغادي نخلطو المكونات حتى كنت نساجم جيدا ومن بعد غادي ناخد شوية من ذاك الحليب اللي يدفع باش نزيد عاو تاني نخلط ونتخلط لص من ذوك التكاتلات اللي كيكونوا في الناشا وغادي ندي الحليب مباشرة يسخن يسخن حتى كتوصل للغلية وانطفيلي هنا من بعد ما سخلي الحليب مزيان غادي نحاول نصفي خالط الناشا والبيض بالمصفات باش نتخلصوا من ذوك التكاتلات كيكونوا فيه ونحركوا جيدا وندوه مباشرة فوق النار على متوسطة مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش لكم الخالط لانه ضغيق يعقاد غير كنحسو بفوق قاعات غادي نطفيوا على النار من بعد ما وجدت لي الكريمة كتكون بهاد الشكل غادي نضيف عليها معلقة تكون صغيرة مملوء من سكر فانيلا باش يتعزز لنا ذاك الدوق وتبقى لنا الفاني مجهدة افضل من انا ننضيفوها من اللول غادي نحركو جيدا كيف ما كتلاحظو القوة مجيلو ما كيكونش تقيل وما كيكونش خفيف وغادي ناخد صحن يكون كبير وغادي نصفي الخالط بالنسبة الخالط ما غاديش ندخلو التلاجة غادي نحتافض بي غير فوق سطح العمل ما غاديش نخلي حتيه برد جيدا غير يدفلية شوية وغادي نستعملو مباشرة غادي نغطيه بلاستيك غذائي ومن الافضل انه يتلمس لنا الكريمة باش ما يتكونش لنا الماء تحت الكريمة لانها بقى سخونة وما تتربش لنا واحد القشرة من الفوق وغادي نحتافض بي غير فوق سطح العمل حتي يدفل من بعد ما دفت لي الكريمة غادي نحاول نحركها شوية باش تدك الجيهة اللي كتكون سخونة باقلة وغادي نصب الكريمة مباشرة فوق لابات تابلي ممكن انكم تستغنو على لابات تابلي كيني بعض المحلات كي ما كيبيعوهش بلابات تابلي كيبيع غير هكي كفلون عادي ولكن قلت من الافضل انا نقدم لكم طريقة صحيحة كيف خاصة تكون غادي نحاول نقدل لها الوجه ديالها فهد الاثناء كيكون الفورن سخن على 160 درجة غير من الاسفل بالنسبة لي انا اخذت لي 30 دقيقة من الاسفل غاي حسيت بالجواني بدو كي يحماره وننشعل لها من الفوق باش تتحمر مزيان ويكمل في الطياب يعني اخذت لي 30 الاسفل و30 الاعلى وبنسبة الناس لي ما غاديش يحضروا لابات سابلي ممكن انها تاخد ليكم بدون لابات تاخد ليكم حتى لساعات المقانا او ساعة وخمسة دقيق باش توجد ليكم الفلون وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفورن وباقي هي صحونة غادي ناخد شوي ديال الناباج وغادي ندهن الوجه ديالها ممكن انكم تخلوها يعني تحتفظوا بها في تلاجة حتى تبرد لكم جيدا عاد تاخدوا شوي ديال الناباج تسخنوهم زيان ودهنوا بها ممكن يبقى على حسب الاختيار ديالكم وكيف ما قلت لكم قبل كي اللي ما كي يحضرهاش بلابات سابلي كتتحضر غير عادية سافي ولكن صراحة كتجي بلابات سابلي افضل بكتير من الفرون هكا كعادي وهذا هو الشكل ديالها غادي نحتفظ بها على الاقل اما خمسة دقيق او ليلة كاملة بالنسبة لي انا احتفظ بها ليلة كاملة من بعد مرور ليلة كاملة غادي نقطعها معاكم باش شوفوها من الداخل كيف كاتجي كيف ما كتلاحظو كاتجي الكريمة متماسكة ولبات كاتجي محمرة وناجحة ان شاء الله غادي تبعوا جميع التفاصيل وغادي تنجاح معاكم من اول جريبة وهاد لبات تلبان لبعض الاخوات اللي طلبوني كنتمنى اني نكون فدكم ولو بالقليل وبالنسبة للناس جزاد لأول مرة كتشوفي القناة تتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بكل جديد الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك لتحفيز ووصلنا نهاية الفيديو دمتم في امان الله والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة